السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ان شاء الله تكونوا في تمام الصحة والعافية اليوم سنشارك معكم وصفة لعشاق الليمون موسي الليمون من اروع ما يكون بدون بيض وبمقادر مضبوطة اذا كان عندكم عصير الليمون او مركز الليمون رمي ديلته في القناة واذا حبيتو رح نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف تقدروا تحضرها في اي وقت من السنة كتحلية منعشة وباردة نقدمها لفيوف او افراد العائلة بعد الوجبات الرئيسية في الصهارات الصيفية وشهر رمضان المبارك اذا عجبتكم ديلوا لايك واشتركوا في القناة واذا كنتم مشتركين فعلوا الجرس هكذا بش يوصلكم كل جديد والان بلا ما نطغل عليكم رح نقولوا بسم الله وندخلوا مباشرة في المقادر عندي ثلاث حبات من الليمون كنت خصلتهم مسبقا انا رح نحيي الزيزة حبة واحدة فقط لانه الليمون تعييني حجم كبير اذا كان الليمون تاكم صغير ديروا زيزة حبات انا رح نحطوه جانبا ونحن قسم الحبة على اثنان ونحولها هدك العاصر اللي نسحقوه في الوصفة رح نستخدم العصارة اليدوية فقط لانه عندنا كمية قليلة انا عصرت زوج حبات فقط حصلت على مية وخمسين ميلي لتر من العاصر انتو ما حاولوا تعصروا الليمون تاكم حتى تتحصلوا على هذه الكمية رح نصفي هذا العاصر من الشوائب والبودور رح نشوفوا القياس تاو وهنا نخرج لي مية وخمسين ميلي لتر رح نكملوا الكمية الباقية بالماء حتى نلحقوا الميتين وخمسين ميلي لتر يعني هنا عدنا حوالي كوب قياس رح نجيبه ملون ومنكه في نفس الوقت هنا عدنا منكه الليمون لعطينا اللون لهذا العصير ونكهة كذلك وهنا دروري يكون هذا السائل باللون الاصفر الفاقع لانه هذا العموس رح نضيف لها الكريمة السائلة او الكريمة شونه هي يعني رح نزيد لها اللون الابيض هكذا باش جينا التحليف في النهاية باللون الاصفر الفاتح هنا عندي كسرونة كنت فيها خمس ملائق كبيرة من السكر كريستاليزي والحوبيبات وزوج ملائق كبيرة مملؤة جيدا من الميزينة رح ندير لهم الزست ورح نضيف هدك سائل اللي درناه خليط ما بين عصير الليمون والماء ونكهناه بملون ونكهة الليمون نرح نخلطو بارد في بارد بعيدا عن النار ولما يتخلطونا كل المكونات رح نرفعوهم فوق الموقت ورح نديروهم على نار متوسطة في البداية ولما يغلال المزيج رح نقص النار ونخليه حتى نتقال هنا لما يتقال لكم نازج خلو حوالي نصف دقيقة هكذا باش نتخلصو من رائحة الميزينة ولا الناشا مباشرة رح نفرغو في اي غي سي بيوم ولا ايناء يكون عندكم رح نغطوه بالبابي فيلم ونديروه في الثلاجة حتى يبرد تماما يعني هنا نخلو حوالي خمسة الى عشر دقائق في الثلاجة رح تكون كافية وهذه اللاموس نقدر نحضرها بكريمة الخفق ونقدر نديرها ببودرة الشانتيني انا هنا اخترت بودرة الشانتيني لانها متواجدة في اي منزل ورخيصة الثمن كذلك عندي كوب من الحليب البارد كما رح نشوفوها داخل في درجة تجمد وكوب كذلك من بودرة الشانتيني والكوب بتاعي في ميتين ميلي لتر اذا استخدمتو كريمة الخفق الخاصة بالحلويات ديرو ميتين وخمسين ميلي لتر بردوها وطلعوها عادي هنا عندي غيسيبيون رح ندير فيها بودرة الشانتيني والحليب البارد يعني هنا ضروري مبردو المكونات هكذا بشتلع لي هاد الكخام بسهولة رح نغطو هادك الغيسيبيون بالبابي فيلم نديروه فيه ثقب صغير وندخلو فيه الخلاط الكهربائي والغرض من هاد العملية وانه بودرة الشانتيني ما رحش تطرشنا كامل على البلوندو تخافاي ولا الماكان اللي نكونوا نخدمو فيه هنا لما تطلعي شوية هادك الكخام رح نتخلص من البابي فيلم ونواصل عملية الخلط اذا كنتم بردين المكونات يعني رح تطلع لكم هاد الكخام بسهولة هنا لا تبلغوش في الخفق يعني خلوها نوعا ما تكون سائلة كما رحكم تشوفوه في الصورة تماما هنا هالك كريمة النيمون بعد ما برد لي تماما رح نديرها في غيسيبيون ورح نخفقها كذلك وهنا ضروري تكون بردة لانه اذا كانت ساخنة وضفت فوقها كريمة الشانتينيه ولي الكريمة السائلة يعني رح تهبط لكم كامل الخليط ورح تفشلوه في هذه الوصفة نحن نحاول نخلطها مليح مليح هنا رح نستغنو عن الخلاط الكهربائي ورح نواصلو الوصفة باسباتشيلا فقط يعني هنا رح نجيبو كريمة الشانتينيه ورح نضيفوها بالتدريج هنا ما تضيفوهاش يعني دفعة واحدة في المرة الاولى رح نضيفو شوية فقط ونحاولو نخلطو المزيجين هايلي كيما رح نشوفو تماما في الصورة وشيئا فشيئا رح نضيفوه باقي الكريمة بالتدريج هنا ما لازمش نبالغوه في الخلط يعني رح نثنو المزيج جاء فقط يشغلنا رح نديرو فلاجين واز ولا اي موس هني هنا داروري نحتفظو بالهواء الموجود في الكريمة هكذا باش نتحصلوه على موس ناجحة في النهاية هايليك الكمياء الاخيرة نحن كنموله هذا فقط هالى اللون يعني هنا الكريمة التعنى بيضاء اللون وكل ما نضيفوه لهذا اللون الاصفر يعني رح يميل الى اللون الاصفر الفاتح هنا يعني منها الدروري تستخدموا هذا الملون في البداية لانه اذا ما استعملتوه اعتمدتو فقط على لون القهرس رح نجيكم هاذ التحرية بهتة اللون مدبنش كامل باللي هي لاموس تعليمون هايليك انا كملت هاد الكريمة رح نديرها في كيس الحلواني وانا استخدمت هاد الكأس يعني جاي شوية طويل هكذا باش يساعدني في انا ندير الكريمة داخل جيب الحلواني اذا لقيت الكريمة شوية سائلة تقدروا ديرها في الثلاجة تحكم روحها شوية قبل ما ديرها في داخل ليفيرين ولا الكؤوس لرح تديروا فيهم هذه التحلية انا عندي هاد الاكواب جوتابل يعني الشكل تهم انيق جايين متوسطي الحجم يعني ما هم كبار ما هم صغار هنا يتقدروا تزينوها بهذه الطريقة يعني لما نكملو رح نديروا الهوريقة تعناعنا ونديروا لها تخونش صغيرة تعقارز انا قدرت هذي التزين يعني نديروا هديك لاموس داخل ليفيرين وبواسطة سباتشل رح نحاول ونرجو هذك السطح املس هايليك انا رح ندير كامل الحبات بنفس الطريقة انا وريد لكم هذي التزين باش يكونوا عندكم اختيارات وانتم ما ديروا طريقة اللي تساعدكم هايليك رح نحيو كامل هذي الكريمة الزائدة كما تشوفوا الاموس يعني رايحك ما روحها هايليك رح نعود لكم واحدة فقط هذي بش يكون الشكل الواضح هايليك رح ندير هذا التزين البسيط هايليك رح ندير خطوط ومواجه وما بين الخط والخط رح ندير كريمة صفراء بنكهة الليمون وهذه الكريمة رح نديرها في القناة بعدة أدواء هنا رح نطيب الى العسل البيض ونزيد له الشوكولات البيضاء وننكوها بأي مناكيه نحبو اديره يعني إذا كنتوا تديرو في تحليات الليمون تقدروا ذوق الليمون أو ذوق الشوكولات أو ذوق الفارولة ذوق اللي تحبوه هنا يكفي انه يكون عندكم العسل الابيض وديروا الكريمة بالذوق اللي تحبوه واللون اللي تحبوه انا نحكم كيلو من السكر نخدم به العسل الابيض راح يقعد لي في الثلاجة اكثر من ست اشهر ولما نحتاج في اي وصفة واي صلصة بنكها اللي حبيتها راح نجبد القليل من العسل نضيف له شوكولات البيضة ونكهو بنكها اللي حبيتها هذه الصلصة نقدر نزينو بهم الكاكات التحريات كما درناف في هذه الوصفة نقدر لسقو بهم سابلين نقدر نزينو بهم المثلاجات يعني الوصفة مفيدة جدا راح نخلي لكم الرابط في صندق الوصف اذا حبيتوا تشوفوها هاوليك الشكل اللي تحصلت عليه وبالنسبة لهذا الشكل يعني راح ندير هذا الصلصة في الوسط فقط درتها على شكل وردة انا درت هذا التزيين فقط يعني باش تكون عندكم افكار متعددة انتم ما ديروا طريقة اللي جيكم سهلة وبالنسبة لهذا اللاموس تقدروا تبدلوها بنكهة البرتقال يعني في البداية اوليو باش ديروا عاصر القارس ديروا عاصر البرتقال وخلوا نفس المقادير انا ديرا كذلك موس الشوكولات ونحن نخليكم ارابط في صندوق الوصفة هذه نهاية الوصفة واذا عجبتكم ما تنسونيش من اللايك ومشاركة الوصفة والقناة مع الاصدقاء وفي الاخير ما بقى لي الا انقلكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته